ومن القاهرة ينضم إلينا عبد الرحيم الفتيح عضوى اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليمني سيد عبد الرحيم متى سينظر العالم وخاصة الغرب إلى الأهمية الاستراتيجية لليمن وما يجري الآن من محاولة عرقلة الملاحة الدولية أما ساد جميل أخي الكريم وكل مشاهدين الكرام بالنسبة للدعم الإيراني القطري للميليشيات الحوثية الإرهابية لا يهدد الشعب اليمني فقط وأمن اليمن وإنما يهدد الأمن الإقليمي ويهدد الملاحة البحرية والحركة التجارية في مضيق باب المندب وقنوب البحر الأحمر فما قامت به الميليشيات الحوثية من عملية استهداف لناقلات النفط السعودية واضحا وليس للمرة الأولى تقوم هذه الميليشيات باستهداف ناقلات النفط أو السفن التجارية في مضيق باب المندب حيث أن هذه الميليشيات تهدد خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية نعم إذن لماذا لا يكون هناك رد فعل واضح من الغرب على ما يقوم به الحوثيون العقيب والغريب من الصمت المخزي للمجتمع الدولي من ارتكاب هذه الميليشيات الإرهابية من جرائم حرب بشعة في حق الشعب اليمني وفي حق دول الجوار وفي تهديد واضح للأمن الإقليمي والدولي هناك صمت مخزي للأمم المتحدة هناك صمت مخزي للاتحاد الأوروبي هناك صمت مخزي أيضا من مجلس الأمن لتصنيف هذه العصابة وتصنيفها جماعة إرهابية مما ترتكبه من عمليات إرهابية وزرع الألغام البحرية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب مما ينتج إلى تهديد واضح للملاحة التجاريات البحرية والحركة التجارية في مضيق باب المندب نعم هناك تصرحات من المبعوث الأممي إلى اليمن بأن هناك ما زال أمل في التفاوض بين الجانبين أخي الكريم هؤلاء العصابة لا يوجد لديهم لا عهد ولا ميثاق وهم يريدون مسألة وقت لترتيب صفوفهم لزرع بقية المناطق التي لم يزرعوا فيها لزرعها ألغام وكذلك لترتيب صفوفهم حيث أن هذه الميليشيات قد انهارت ولا يوجد لديها مقاتلين في القبهات تقوم هذه الميليشيات بعملية الهدنة أو ما يسمى المبادرات السلام لتأخذ الوقت الكافي لترتيب صفوفها والمسألة هي لابد من التحرك السريع والقاد لتحرير ميناء الحديدة والسيطرة على مدينة الحديدة حيث يعني الكثير والكثير من السيطرة على هذا الميناء التي تقوم به هذه الميليشيات من تهريب الأسلحة والصواريخ التي تقوم بسهداف السفن التجارية والناقلات النفط شكرا سيد عبد الرحيم الفتيح عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليمنية كنت معنا من القاهرة